تتواصل فصول الأزمة الخليجية مع استمرار قطر في سياسة المراوغة والمماطلة والتغريد خارج السرب العربية وهو ما دفع المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي لتأكيد أنه لا عودة إلى الوضع السابق في أزمة قطر وأنه لن تكون هناك مساومة على قائمة المطالب العربية وعلى المبادئ الستة التي أقرت على عدة مستويات رسمية والتي كان آخرها قمة الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشددا على أن قطر لن تقوم لها قائمة مدام التلجأ إلى الاستقواء بالقوى الأجنبية المعلمي شدد على ضرورة استمرار مكافحة الإرهاب والتطرف لافتا إلى أن اللجوء رسميا إلى مجلس الأمن خيار مطروح على الطاولة في حال فشل مسعى البيت الواحد يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه دفعة جديدة من القوات التركية إلى الدوحة وهي دفعة السادسة لتنضم إلى سابقتها هناك وهي الخطوة التي ينظر إليها أنها استقواء من جانب الدوحة بدول خارج المنظومة الخليجية ما قد يضيف المزيد من التوتر إلى الموقف الراهن إذن لا تزال الأزمة مرشحة للتصعيد وستظل رهن بتفاعل الدوحة الإيجابية مع المطالب العربية إذن سنناقش في الفقرة الثانية من برنامج العرب في أسبوع تطورات الأزمة التي أحدثتها قطر بالإصرار على الشق صف العرب والسير بعيدا عن طريق في طريق دعم الإرهاب وإيواء دعمها أيضا ليس دعمها فقط فمن كل حدب وصوب يأتي الوسطاء محاولين جميع الأشقاء على كلمة سواء فتفتح الدول الدعية لمكافحة الإرهاب تفتح أدرعها لكل طريق يكون آخره التزام قطر بتعهدات كانت قد قطعتها هي على نفسها قبل أربعة أعوام إلا أن هؤلاء الوسطاء سرعان ما يعودوا بخفيحنين في ظل تمسك الدوحة وعنادها وتمسكها بمواقفها وأيضا اتيان سلطاتها بأحاديث ما أنزل الله بها من سلطان عن حقوق سيادية وما إلى ذلك أحداث نسي القطريون وهم يرددونها أن سيادتهم لمحل لها من الإعراب طالما تسببوا في زعزعة أمن جيرانهم ونصروا الإرهابيين إذن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ خالد الكلاني كاتب متخصص في شؤون العربية أهلا بك أستاذ خالد نتحدث عن العناد القطري المستمر والبداية نتحدث أن الأيام تمر تتعقد الأزمة أكثر في أكثر كما نلاحظ يليس هناك أي حل إلى الآن واضح بسبب عناد الجانب القطري وإصرار حال الموقف برأيك على ماذا تراهن قطر وهي تتصرف هذه التصرفات وتصرف على هذا الموقف قطر تولد الوقت كانت بتراهن على ثلاثة أشياء كانت تتفوق فيها وهي الآلام أو الآلة الإعلامية التي كانت تمثلها على أكثر قناة الجزيرة القطرية وتراهن على المال وتراهن على الأموال الطائلة طبعا وتراهن على الفاعلية الدبلوماسية التي كانت تمثلها الدبلوماسية القطرية في فترة من الفترات لكن أعتقد أن هذه الأسلحة كلها الآن أصبحت لا جدولها وأسلحة ضعيفة جدا فنقلت رهاناتها على تدويل الأزمة مع الدول الأربع سواء بالاستقوى بإيران أو باستقدام قوات من تركيا أو بتدويل الأزمة أوروبيا وأمريكيا بالشكوى والمظلومية القطرية على غرار حركة حماس باستخدام معاناة القطريين نتيجة للحصار قطر لا تعاني قطر لديها سطول من الطائرات يتجاوز تقريبا 1200 طائرات شح تستطيع أن تنقل بها كل احتياجات قطر من الغذاء بتأتي بالخضروات والفواكه من أوروبا باللحوم من أستراليا بالألبان من تركيا لكنها تدعي أن عليها ليست لديها مشكلة خاصة مع عدد سكان قليل جدا فهي تحاول الآن أن تستعطف العالم الخارجي على أحوال القطرين كما تفعل شقيقتها حماس في غزة الدول الأربع داعمة لمكافحة الإرهاب إذا ما تفعله قطر وهذا العناد المتواصل قالوا أن القطيعة ربما ستطول ما قراءتك لملامح هذه القطيعة بعد استمرار سلطات الدوحة في غيها وأيضا إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه القطيعة أنا أعتقد أن القطيعة سوف تستمر طوال بقاء هذا النظام الحاكم في قطر وطوال إصرار قطر على الاستمرار في نفس السلوكيات القديمة خاصة وأن تاريخ قطر من التآمر على المنطقة العربية ومن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة العربية ومن دعم وتمويل ومساندة والدفاع عن الإرهاب تاريخ طويل جدا بدأ منذ عشرون عاما أو أكثر منذ تأسيس قناة الجزيرة بد سبق ذلك منذ انقلاب حمد الأمير الأب على أبيه الشيخ خليفة في 95 وإنشاء قناة الجزيرة في 96 وبدأت قطر تريد أن تلعب دورا أكبر من حجمها ومن قدرها في المنطقة وفي العالم عن طريق التدخل في شؤون الدول الأخرى وعن طريق دعم الإرهاب واحتضنت كل قوى الإرهاب في العالم من القاعدة إلى داعش إلى أحرار الشام إلى جبهة النصرة في سوريا إلى أنصار بيت المقدس في مصر إلى التنظيمات الإرهابية في ليبيا وغيرها هذه الصورة أستاذ خالد الوزير الأمريكي والفرنسي وقبلهما أيضا الألماني والبريطاني حقوا جميعا الدول لمحاولة تقريب بين وجهات النظر لكن هذه المساعي جميعها بقت بالفشل تحطمت على صخرة العناد القطري على من تعول الدوحة لماذا هي مطمئنة ومتواصلة في عنادها ولا تأبه لأحد ولا لشيء برغم كل هذه المساعي أيضا سمعنا أن رئيس التركي على وشك زيارة لبعض الدول الخليجية خلال الشهر الجاري هل يمكن ربط ذلك؟ نبدأ بس بالأول أولا أنا في اعتقادي أو في تقطيري أن منحجوا إلى الدوحة من وزراء خارجية سواء الأمريكي أو الفرنسي أو الألماني أو البريطاني كانوا لديهم مصالح محددة في هذه الأزمة يريدون جني كل اثمار الممكن لدولهم وأنظماتهم من هذه الأزمة ولم يكونوا مجرد وسطاء عاديين ولا رغبة لديهم في إنهاء الأزمة مع قطر أو بين قطر والدول الأربعة نمرأ اتنين قطر على ماذا تراهم قطر دائما تعودت أن تتنازل أو تقدم تنازلات في الظلام هذا حدث في 2013 و2014 عندما وقعت مع السعودية بوساطة الكويت وسيقة تعهدت فيها بتنفيذ 20 بندا كان من بينها أيضا وقف الحملات الموجهة ضد دول المنطقة من قناة الجزيرة واشترثت في هذه الوسيقة أن تكون سرية وأن لا تزيع لأنها تريد أن تظهر بمظهر المنتصر أمام العالم وأمام شعبها وتريد أن تظهر بمظهر الذي لم يقدم أي تنازلات فظلت هذه الوسيقة سرية ولم تخرج إلى العلن إلا في الخلاف الأخير اللي بعد 5 يونيو 2017 نمرة 3 أنا أعتقد أن زيارة الرئيس التركي أردغان يعني هي زيارة من ضعيف إلى ميت يعني لن يفيد الأمر شيئا أردغان نفسه يخشى من أن يكون الدور القادم عليه في مواجهة الإرهاب لأن العالم الآن أصبح أمام مسؤولياته في الحقيقة مصر والسعودية والإمارات والبحرين في تحركهم الأخير وضعوا العالم أمام مسؤولياته ووضعوا العالم في موجهة الحقيقة هناك دول تدعم الإرهاب هذا الأمر بدأ منذ اجتماع الرياض القمة الخالجية العربية الإسلامية الأمريكية عندما اتحدث الرئيس عفتاح السيسي وأشار إلى أن هناك دولا بعينها تمثل ملاذا آمنا وداعما وممولا للإرهاب كان يشير إلى قطر وتركيا وكان أمير قطر ورئيس تركيا حاضرين في هذا المؤتمر وكاد أن يشير إليهم من هذه اللحظة تم وضع العالم كله أمام مسؤولياته في موجهة الإرهاب تمويلا ودعما ومساندة وإيواء يعني إذا كانت كما تقول زيارة من ضعيف إلى ميت يعني ما هي صورة زيارة إذن للرئيس التركي لدول الخليج هل ستكون داعم لما تقوم به قطر أم من الممكن أن يظهر بدور جديد آخر يحاول فيه حالة الأزمة بشكل جديد لا هو طبعا أردوغان بكل بساطة ممكن يبيع قطر من أجل إنقاذ روحه ومن أجل إنقاذ نظامه ممكن أن يبيع قطر بكل بساطة أردوغان فقط يريد أن يتقرب إلى الدول الخليجية السعودية والإمارات اللي هو ينوي زيارتهم والكويت ينوي زيارة ثلاث دول يريد أن يتقرب إليهم بمظهر الذي يرفض تصرفات قطر لكنه قام بإرسال جنود قوات تركية إلى الدوحة لكنه أعلن أنها لحماية الحكومة والنظام فقط وليست للدفاع عن قطر طيب المحاولات القطرية لتدويل وأقلامة الأزمة من الأسباب والدوافع وراءها هي تصير بشدة على ذلك وهناك عقبات واجهها أيضا في ذلك هذه كانت من ضمن الخسائر التي لحقت بقطر من الأزمة محاولتها تدويل الأزمة لأن هذا الأمر زادها نزالا وزاد الدول الأربعة إصرارا على موقفها لأن الأزمة كانت في الحقيقة أزمة داخل البيت الخليجي وداخل البيت العربي باعتبار أن مصر كانت طرفا رئيسيا في الأزمة زي محاولك عارفة أن منظومة المجتمع الخليجي وخاصة مجموعة دول مجلس التعاون كانت تعتبر أنها منظومة ذات بعد قبائلي وعشائري وكانت تنحو دائما بمشاكلها بعيدا عن المجتمع الدولي تصرف قطر بتدويل الأزمة أضر بموقفها أكثر بكثير مما أضاف إليها مما أثير هناك تصرف أيضا وموقف يستدعي لاستوقف الجميع التناقض الأمريكي فيما يحدث بخصوص قطر قبل ساعات صدر تقرير سنوي عادة ما يصدر عن الخارجية الأمريكية أشد بما سماها جهود قطر في مكافحة الإرهاب في حين أن هناك تصريحات خرجت عن دونالد ترامب قال فيها أن قطر تدعم الإرهاب وتؤوي عناصره أي تناقض غريب هذا أو على ماذا يدل؟ هذه السياسة الأمريكية تعودنا عليها دائما منذ سنوات طويلة جدا أنه البنتاجون بيبقى ليه رأيي والبيت الأبيض ليه رأيي والكونجرس ليه رأيي ووزارة الخارجية ليها رأيي لكن في النهاية كله بيصبح في مصلحة أمريكا يعني نوع من اللعب بالألفاظ واللعب بالمواقف لكن في النهاية أمريكا تريد أن تحلب قطر والمنطقة العربية إلى آخر نقطة لبن أو آخر سنت في أموالها ثم في النهاية لا موقف لها أمريكا استخدمت قطر فترة من الفترات لكن كأي مستخدم لعميل يريد أن لا يخرج العميل عن دوره المرسوم له قطر خرجت عن الدور المرسوم لها أمريكيا منذ ما بعد الربيع العربي منذ ما بعد 2011 وبالتالي أمريكا لن تستمر في دعم قطر بل هناك مطالبات أمريكية داخلية من عدة شخصيات كبيرة بنقل قاعدة العديد من قطر باعتبار أن قطر قد استفادت من القاعدة أكثر من استفادة أمريكا منها لأنها بتحتمي في وجود هذه القاعدة من جيرانها الذين تمارس دائما ضدهم الإرهاب ودعم الإرهاب وتمويل إقرار وزير الدولة للدفاع في قطر بأنه لم يكنوا يرغبون في الأساس في الانضمام إلى التحالف العربي الدعم للشرعية في اليمن وهو إقرار صريح بشقهم للصف العربي صراحة كيف تقرؤون هذا الإقرار وأيضا من من التحالفات الأخرى لم تكن ترغبها قطر ده تعودنا على التخبط دائما في التصريحات القطرية ولو نرجع إلى الوراء قليلا تذكر حضرتك التصريحات التي خرجت عن الحكومة القطرية وعن تميم من قبل ثم قيل أنه تم اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية قانا وقيل مرة أخرى أنه تم نسب تصريحات مش حقيقية وتعودنا على هذه الأشياء من هذا القبيل وقد يخرج بعد قليل وزير الدفاع أو وزير شؤون الدفاع على خارج العطية وينفي ما صدر على لسانه من تصريحات في الحقيقة قطر دائما تلعب دورا مزدوجا في كل الأزمات التي في المنطقة قطر في الوقت الذي تشارك في التحالف العربي في اليمن هي تدعم الحسيين لصالح إيران قطر استقدمت القوات الإيرانية وأعلنت أنها بصدد إنشاء قاعدة إيرانية في الدوحة ثم في نفس الوقت استقدمت القوات التركية رغم أن تركيا وإيران على طرفين نقيد في الأزمة السورية هذا ما تعودناه دائما من التناقضات القطرية دولة تعيش على التناقضات قطر دولة تعيش على التناقضات في دقيقة واحدة أي من السليناريوهات ينتظرون بخصوص أزمة مع قطر والقراءات قطر الآن أعتقد أنها خلال أيام قليلة أو أسابيع قليلة سوف تبدأ الاستريبتيز السياسي وتبدأ التنازل عن كل هذه العنجهية وهذه الغطرصة وسوف تنفذ بالكامل المطالب الثلاثة عشر من الدول العربية وهذه المرة لن يكون التنفيذ سريا أو في الظلام كما كان عام 2014 ولكنها وسوف يكون علنيا هي في 2014 تحيلت بأن أوقفت الحملات على المملكة العربية السعودية من قناة الجزيرة لكنها افتتحت قناتين في لندن للهجوم على المملكة العربية السعودية طردت بعض المعارضين السعوديين من أراضيها لكنهم أرسلتهم إلى تركيا وإلى بريطانيا وأنفقت وما زالت تنفق عليهم أيضا أيضا حدث هذا مع مصر بأن طردت بعض المعارضين مش طردتهم رحلتهم إلى تركيا ولكنها ما زالت تنفق عليهم وأقامت سلاس قنوات أيضا للهجوم على مصر من تركيا هذه المرة لن تستطيع أن تفعل هذا هذه المرة الأمر اختلف لأن هناك إجماع من أربع دول عربية فيهم أكبر دولتين اللي هم مصر والسعودية وهناك توقع أن تنضم دول أخرى كثيرة ما زالت في قامة الانتظار الأيام المقبلة دكتور خالد كفيلة بإضاحة المزيد حضرتك تقول أن قطر ستقوم بالرضوح ستقوم بكل ما عليها لكن الأيام وحدها سترين الجديد في هذه الأزمة ونحن سننتظر لنرى شكرا لك دكتور خالد الكيلين كاتب متخصص في شؤون العربية شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك هذا الحلقة متواصلة من العرب في أسبوع نتابع ملفات أخرى سنتحدث عن الشأن الليبي وتطوراته بعد الفاصل شكرا لك